اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوا العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال أرائكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم وكل ما يتعلق أو كل ما من شأنه أن يعني يقوم بتطوير هذا القطاع الصحي المهم جدا أرقام التواصل معنا 600551414 وللرسائل النصية على رقم 4006 كل الشكر اليوم للزملاء في قسم الإعداد أو من فريق الإعداد بقسم الإعلام وأيضا معنا في التنسيق اليوم شيمة التناك وفي الإخراج دائما عيسى سبيل وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي مثل ما عودناكم نبتدي يعني البرنامج بسلسلة أو مجموعة من الأخبار التي زودتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية نبدأ برنامجنا أو الفقرة الإخبارية بخبر يقول القطامي المناخ الإيجابي هو المحفز لفرق التطوير والموظفين أوصى مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي في اجتماعه الذي عقد أمس بضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي التي يتسم به العمل داخل الهيئة ومواصلة الخطوات التنفيذية لاستراتيجية التطوير 2016-2021 بدات الوتيرة السريعة والمنهجية التي تمضي بها أعمال التحديث وذلك لمواكبة الطفرات التي تشهدها دبي والتحولات الاستثنائية التي فرضت نفسها على جميع القطاعات ومنها قطاع الصحة وأكد على أهمية الخطط التطويرية الإضافية التي ترتكز على خمسة محاول رئيسية وهي تنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع وإدارة الأصول أصول الهيئة بشكل أفضل تنويع الاستثمار في القطاع الصحي تطوير مؤشرات الأداء وتحديث السياسات والإجراءات المنظمة للعلاج في الخارج كما نوه المجلس بأهمية دعم توجهات الهيئة وتضافر جميع الجهود والاستفاف وراء الأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة لإنجاز ما تم اعتماده من مشروعات وبرامج ومبادرات وكذلك أعمال التوسعات وتطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية يعني كانت هذه معظم المواضيع التي ركز عليها هذا الاجتماع والتي حقيقة كما قال رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة يعني قال أن مثل هذه الاجتماعات هي متابعة للإنجازات التي تحققت في ظل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رأسي الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله وأيضا المتابعة الحتيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولياها الدبي دعمه اللامحدود للهيئة وكذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة دائما ما يتابع الجهود الحتيثة المبدولة في أعمال التطوير طبعا نطلع من خبر مجلس الإدارة ندخل إلى الخبر آخر طبعا مرتبط بشكل أو بآخر بمجلس الإدارة لكن هنا مجلس إدارتين الصحة أكد على ضرورة نظام توفير نظام واضح ومنهجية تتسم بالشفافية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتقديم التقارير بصورة مستمرة ودقيقة لافتا إلى أهمية مشروع نظام مؤشرات الأداء الإلكتروني اللي هو الثيرمومتر الذي استحدثته الهيئة والمتوافق مع أحدث معايير الأداء التقني والمقرر إطلاقه إن شاء الله خلال الفترة القادمة يتم استخدامه من قبل قادة البرامج والمبادرات مباشرة وتحديث معلومات الأداء بطريقة متواصلة وأشار المجلس إلى القيمة المضافة التي يوفرها النظام الثيرمومتر الذي يمكن الهيئة من الاستغناء عن النظام المتابع اليدوي واستبداله بالنظام الإلكتروني الذكي حيث يعد النظام الجديد من أهم الحلول الحديثة والمتطورة لمتابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وقياس مؤشرات الأداء بجانب المزايا المتعددة للنظام ومنها المرونة التكامل الدقة الشفافية وسهولة الاستخدام في ختام هذا الاجتماع كدمعان لحميد القطامي عن المناخ الإيجابي الذي تشهده الهيئة واستيعاب قادة التطوير والموظفين لحتمية الانتقال بالنظام الصحي إلى ما هو أفضل يعد حافزا مهما لإنجاز مهمة التطوير على الوجه الكامل ولسيما مع استحداث مبادرات داعمة ومعززة لمسارات التنفيذ الاستراتيجية 2016-2021 ومشيدا معالي بجهود فرق العمل القائمة على تنفيذ أعمال التطوير كما أثنى على الأفكار المبتكرة المقدمة من موظفي الهيئة ممن يحرصون على أداء واجباتهم على الوجه الأكمل على أطار الأفكار أن شيمة تناك ما شاء الله تعطينا أفكار شيمة رسومة تحركة ها شيمة لا والله أفكار أبداعية وبالفعل يعني الآن التوجه اللي تسعى لدبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام هو الاعتماد على الشباب على أفكارهم هناك بعض الأفكار الواحد يشوف ويقول يعني هذه مستحيلة تكون يعني مثل يوم أقول رسومة تحركة يعني ما أقصد أني أنا أقلل من قيمة الفكرة على كثر ما أقصد أن الفكرة فيها خيال لكن هذا الخيال هو اللي يولد الإبداع وهو اللي يطلع الأفكار هذه فبالعكس هناك مجلس محمد بن راشد الذكي هذه مبادرة أطلق سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد لاستقبال أراكم واقتراحاتكم في كل المجالات اللي عنده اقتراح عنده ملاحظة عنده شيء يا جماعة الخير شاركوا في هذا المجلس لأن هذا المجلس هو عبارة عن أبليكيشن أو تطبيق تنزل عدل التيلفون تحط بس بيانات يسيرة وتطلع الفكرة وهم يوجهون للجهة المعنية فهذه دعوة كذلك حتى المواضيع اللي تخص الصحة يا جماعة الخير بعد حطوها هنا لأن توصلنا واتمع عملية المتابعة لها عموما في ما شاء الله يعني الاجتماع الأخير من المجلس الإدارة يعني ناقشة وايد أمور يعني فيها المبادرات اللي تسعى ليرفع معدلات الاستمار وأيضا الوضع الحالي والتطوير الموارد البشرية كل هذه المواضيع نحاول إن شاء الله نطرحها خلال يعني الأيام القادمة عموما دراسة صينية تنصح بتناول الفاكهة يوميا لحماية القلب تنصح دراسة طبية صينية بأهمية تناول الفاكهة الطازجة بانتظام للحيلولة دون حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأوضح الباحثون أن تناول الفاكهة الطازجة مثل التفاح والبرتقال يوميا يساهم بنحو الثلث في خفض خطر الوفاء بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بالأشخاص الذين نادرا ما يتناولونها طيب الحين هذه الأرقام كاتبينها وداشة بالعكس يعني عندي في القرائفة دقيقة يعني ما أقدر أقراها والله صعب خمسمائة ألف شخص تراوحت أعمارهم ما بين ثلاثين إلى سبعين عام كانوا الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من هذا العدد ممن لا يعانون من تاريخ مرضي لأمراض القلب في الفترة ما بين الفين وأربعة الفين وتسعة طبعا أشارت المتابعة إلى فعالية تناول الألياف الطبيعية في الحفاظ على الصحة وسلامة وظائف القلب لتتراجع فرص الإصابة بنسبة أربعين في المائة طيب أنا ليش قريت أجد بهذا الشكل لأن الجماعة يوم يسوون الكوبي بيست على الورقة فالأرقام تدخل في بعض فتخرب النص جذا فأنا حاولت أركبها يعني فطلع التركيب اللهم لك الحمد صح تسمعين شي ما تسمعين عموما بنطلع فاصل معاكم مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله يعني بنحاول نشوف زميل فيصل بن فارس وين يتواجد أعتقد في جلسة عصف ذهني خاصة بإدارة شؤون الموظفين وين وشو التفاصيل وشو هي هاي الجلسة إذا رد علينا إن شاء الله منخبركم معنا فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة طبعا صحة وسعادة مثل ما نقول دايما هو برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون والبرنامج للتواصل معكم مرقام التواصل معنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة أه الزميل فيصل بن فارس موجود حاليا في فندق حياة رجنسي بيعطينا إن شاء الله يعني تغطية سريعة لجلسة عصف ذهني خاصة بإدارة شؤون الموظفين مرحبا يا فيصل الله حبا يا أخوية محمود شيف حالك الله يسلم شو عندك اليوم خبرنا والله أنا قبل شوي كنت في عصف ذهني مع الأخوان من إدارة الموارد البشرية الحقيقة يا محمود أن الوضع جدا جميل وجدا رائع هناك تفاعل كبير من الموظفين والأجمل من هذا يا محمود أن أنا كنت أدور رئيس القسم أو المعني في تنظيم هاي الفعالية فما عرفت لأنه بين الموظفين يعني هناك ما في يعني تفرقة بين رئيس ولا مدير ولا كذا الكل سواء والكل يشارك في رأيه وفي رأيه نعم ويدلوا بذلوة للارتقاء بالخدمات المقدمة للموظفين طبعا نحن عودتنا هيئة الصحة في دبي أنها من الهيئات أو من الجهات الرائدة في الأمور الإدارية وشراك الموظفين في اتخاذ القرار هذا يدعو إلى زيادة في الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي أنا وياي الآن الأستاذ فارس المازمي رئيس قسم شؤون الموظفين وإذا تسمح لي عندي بعض الأسئلة إذا تسمح لنا أخوي فارس صباح الخير أنا أشكركم بصراحة على المجهود اللي أنتوا قايمين فيه ونتمنى لكم المزيد من النجاحات والتقدم إن شاء الله السؤالي الأول ليش أنتوا سويتوا العصف الدهني هذا في الفندق وما سويته في المكاتب عندنا في أماكن وممكن تتسمعون فيها وتناقشون بعض المسائل اللي عندكم زايا وشي راحب فيك أخوي واشكارك على الأستاذ فطبعا نحن سويناها بخارج العمل عشان طلع الموظفين من جو العمل نطلعهم من استرس العمل نخليهم في جو ثاني جو عصف دهني جو هادي جو يكون أكثر هدو حقهم عشان يقدر الموظف أنه يبدأ ويطلع الأفكار اللي عنده طبعا أنا شفت أكبر أكثر عن مجموعة أنتم قسمين الموظفين على مجموعات هم تقريبا 45 موظف زين كل شعبة أو كل مشكلة أو كل خدمات نحن قسمناها على أربع على أربع طاولات كل طاولة تنظر إلى خدمات معينة وإجراءات تحتاج إلى تطويرها بشكل أكثر كل طاولة هاي دمجناها فيها موظفين من كل شعبة وكل قسم عشان يبدون رأيهم في مشاكل هذه زين يعني أنت الحين الخدمات أو الأشياء اللي يستنقشونها ما بضروري أن نفس الموظف اللي يعملها هو اللي يناقشها ممكن من شعب أخرى أو أقسام أخرى تشارككم من رأي وعشا سنكم تطلعون من قالب الروتين طبعا طبعا المشاكل هذه يناقشها من موظفين من شعب أخرى ومن أقسام أخرى عشان المشكلة هذه أو الإشيو هذا يقدر كل موظف يتكلم عنه بالنظر اللي هو يشوفها أكثر من الشخص الشغال فيها فبالطريقة هذه نقدر ناخذ رؤية أكثر من كذا فرع في الموارد البشرية زين أنتو حين ليش ما يبتو مثلا موظفين من أقسام أخرى أو من إدارات أخرى يمكن عندهم أفكار أو ملاحظات أو طلب أيضا يعني يثرون النقاش في هذه الجلسات للعصف الذهني الفكرة طبعا موجودة في بعضنا هذا يعتبر العصف الذهني ثاني نحن نسوي حاليا في إدارة الموارد البشرية هاي سنة حاطين في بعضنا إن شاء الله تكوننا نفر خلال الورشة الثانية نكون منظفين من خال عشان ناخد أكثر منهم الموارد البشرية عشان نقدر نشوف الناس اللي عندنا في داخل الموارد البشرية شو أراءهم عن الخدمات هذا كيف نطورها والخطوة الثانية طبعا كدب تكون الناس اللي هم يكونوا من بارع الإدارة يعني أنتم الهدف من هذه يعني الجلسة هذه أنتم تزيدون سعادة الموظفين تحاولون تقللون الإجراءات تحاولون مثلا تسهلونها وتكون سهلة ومتناول جميع الموظفين هل في المستشفايات ولا في الإدارات فقط هذه المشاكل الموظفين في كل فراحيات صح سواء كانت المستشفيات سواء كانت هد كواتر سواء شوي وينما كان المكان هذا وغالض منها طبعا أنا سهل إجراء أختصر إجراء على الموظف وخليه ترعي يكون بسيط والموظف بدل ما يروح كذا مكان عشان يحصل خدمة هذا يروح مكان واحد جميل أخوي محمود إذا عندك شيء أو استفسار ممكن نطرح على الأستاذ فارس الماثمين على السريع بس عشان المستمعين اللي حاب يلتحق بهية الصحة في دبي شو ممكن يسوي شو الإجراءات شو البروستس اللي موجود عندنا نحن وكيف ممكن يقدم على الوظائف عندنا أخوي فارس نحن يعني من الهيئات الكبيرة اللي موجودة في دولة الإمارات ودبي أيضا بشكل خاص إذا أنا حبيت أني أنا ألتحق في هيئة الصحة إن كنت فني وطبيب والمختبرات أو في الوظائف الإدارية شو الإجراء أو شو وين أتوجه لكي أقدم على وظيفة في هيئة الصحة في دبي مثل ما نحن نبغي السهل على الناس العملاء سواء المنظفين الإجراءات اللي عندنا أول شيء المنظف يقدر يقدر يقدم عن طريق الوبسات اللي عندنا الخاصة هي الصحة في دبي اللي عندنا في الهدكوارد الرئيس الصحة اللي هو المبنى الرئيسي يقدرون يزورونا في شعبات التوظيف يقدمون على وراء قمراك وإن شاء الله نحن في حالك عندنا أي شواغر من جنفرة ونكلم للموظفين يا مرحبا شكرا أستاذ فارس المازمي رئيس قسم شو أنوا الموظفين الميكي لك أستاذ محمود ما هذا فيصل سألة في ترقيات عندنا ولا لا لا سألة فيها هذا سؤال جدا إذا تبعني مسألة بس ألة لا سؤال فيها لذلك كل جميع يسأل عنه أمو يزاك الله خير يا فيصل على التغطية هذه وإن شاء الله بتكون لنا يعني تغطيات قادمة لمواقع كثيرة في الهيئة فكل الشكر للزميل فيصل بفارس ولضيفك أيضا فارس المازمي شكرا جزيلا لك شكرا إذن مستمعين يعني مثل ما ذكر الأستاذ فارس المازمي رئيس قسم شؤون الموظفين أنه هناك اللي يبغي يتعرف على الشواغر التي تتوفر في هيئة الصحة بدبي واللي حاب أنه يلتحق بأسرة الهيئة هناك يعني موقعنا على على الانترنت اللي هو www.dha من دبي هذه الثورتي dha.gov من government .ae بتحظون فيه icon في الويبسايت هذا تقديم على الطلب منها تمشي على البروستس بتشوف أيضا الشواغر اللي تتواجد في الهيئة وتقدر تقدم عليها وبايك رقم طلب وممكن تراجع فيها الهيئة هذا أسهل أو هذه أسهل طريقة للتقديم على الوظائف في هيئة الصحة أيضا الحين ما نروح لموضوع آخر موضوع جميل جدا هناك مبادرة جميلة اللي هي مبادرة علاج مرضى القلب المعوزين طبعا في مكتب عندنا مكتب يقدم خدمات جميلة وخدمات يعني مؤثرة وله صدى جميل يعني في المجتمع ككل هو مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي يرس هذا المكتب لستاذ سالم بالله أحد سالم موجود معي في السوديو حياك الله معنا سالم يعني هذه المبادرة نستلم تفاصيلها كلها وأيضا نتكلم كذلك عن الجانب الطبي في هذه المبادرة مع الدكتورة نوها ياسين أخصائي القلب في هيئة الصحة بدبي حياك الله معنا دكتورة أهلا وسهلا فخلونا في البداية نعطي فكرة عامة عن هذه المبادرة يا ترى ما هي مبادرة علاج مرضى القلب المعوزين هل هي مختلفة تماما عن مبادرة نبضات ولا هي نفسها السلام عليكم ورحمة الله في البداية أنا أشكر برنامج الصحة وسعادة نحن لاستضافتنا أكثر من مرة يعني لعرض البرامج الهيئة الإنسانية والمجتمعية وتسليط الضوء اليوم على برنامج أو على مبادرة أنقذ قلبا نحن نسميها أنقذ قلبا يعني على الأساس نحن نساهم في مساعدة المرضى للمعوزين أو المعسرين في المجال هذا طبعا الفكرة يتمن الأخوة في قسم القلب أو في قسم قصطرة القلب تقريبا أنهم حابين يساعدون أكبر عدد من المرضى أنه في بعض المرضى يتقدمون لهم وأنك أنت لازم تدخل في عملية القصطرة عشان تنقذ قلبه ما يتحول لحالة طبية ثانية يعني فعرضهم للفكرة يعني طبعا نحن حاولنا أن نوجد لهم دعم من المجتمع يعني وأطلقنا المبادرة وياهم كمرحلة أولى إن شاء الله هاي كانت بداية فكرة تنقذ قلبا يعني ياسين بشتغل أخصائي قلب في قسم القلب في مستشفى دبي وأحنا من أوائل الدكاترة اللي منكون على اتصال مع المرضى أول ما بيجو بأمراض للقلب ومنكون احنا في الطوارئ ومنشوفهم فبدأت الفكرة بصراحة لأنه احنا عم ندخل مرضى جلطات وذبحات صدرية في القلب معظمهم من الفئة العاملة الفئة الفقيرة وللأسف يعني ما فيش كتير عندهم دعم يعني وكان كتير حالات منهم أنه ما يقدروا ياخدوا العلاج بسبب قلة الدعم ومنهم يطلعوا من الطوارئ نقولوا أنت عندك ذبحة صدرية ويطلع من الطوارئ دعم المادي اي دعم المادي هني أبغي أبغي تكلم بعد عن شروط دخال المرضى أخو سالم شو هي الشروط اللي تعتمدها الهيئة اللي يدخل المرضى شو اللي سويته وطبعا احنا يعني في تصميم البرنامج وروح التصميم البرنامج يعني بطريقة مبتكرة يعني البرنامج نحن بدنا فيه يعني شروط معينة منها العملية أو القسطرة نفسها برنامج دوائي لمدة ستة شهر صورة للقلب بالسنار هذا بعد الإجراء وزيارة واحدة لعيادة القلب يعني وزيارة يعني لعادة تأهيل القلب هذا البرنامج يعني نحن سويناه بطريقة مبتكرة أن المريض ما بياخذ علاجه ويطلع وينتكس الحالة وهذا فيكون فيه برنامج متابع لمدة ستة شهر عساس تطمن أنك أنت بعد الغسطرة وين وصلت إلى الحالة هاي متى بديت البرنامج هذا تقريبا من شهر خمسة تقريبا من شهر خمسة وبدت العلاج ومن مختلف الجنسيات الموجودة في الدولة طبعا وطبعا بتكلفة عالية لأننا نبدأ من عشر تلاف لثلاثين ألف المريض نحط للمريض الواحد والله جميل هني أبغي أتكلم دكتورة نوح عن الأمراض المدرجة تحت هذه المبادرة هل هي فقط الذبحات الصدرية ولا هنا الأمراض أخرى يأتي المريض من الطوارئ معظمهم أو ممكن أقول كلهم بيجوا من الطوارئ ولازم يكون عندهم بإما ذبحة صدرية أو جلطة جلطة في القلب لازم يكون عندهم يعني هي هاي الأمراض المدرجة ووصل بواصل حديث معكم وبتكلم أكثر عن هذه المبادرة وأيضا بفتح المجال للجمهور اللي حاب يتواصل معانا على الأرقام 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4-0-6 اللي عنده أي استفسار أو أي مداخلة حول أمراض القلب بشكل عام وأيضا عن المبادرات اللي تقدمها هاية الصحة أو مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في الهيئة تواصلوا معانا انتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعيني الكرام تواصلي معاكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هاية الصحة دبي دبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي وأيضا من خلال يعني استقبال اتصالاتكم ولحظاتكم نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية اليوم عندنا في الستوديو الأستاذ سالم باللاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة في دبي كنا نتحدث عن مبادرة أنقذ قلبا قبل الفاصل فالقلبة تعبان أنتم تنقذونه أها سالم على نزيل سالم يعني المبادرة تحدثنا عن أنها هي مبادرة يعني يتم يعني تغطي التكاليف علاج بعض الفئات المعينة المندرجة في هذه المبادرة لكن شو هي الخدمات التي يعني تعرض أو تدرج ضمن هذه المبادرة ممكن ذكرناها بشكل سريع نأخذها بشكل مفصل خلال هذا في هذه الفترة من البرنامج وطبعا قياسا على كلام الدكتورة يعني يوم صممنا الاستمارة هذا بالتعاون ويا فريق القلب عندهم على أساس أن نحن نضمن أن نقدم الخدم كامله فصارت أن الفورم أو الاستمارة يعني التي اختارناها أو اتفقنا عليها لهي القسطرة أو عملية التدخل هذه وهي عملية جراحية تحت بند مع ضمان أدوية القلب هذه لمدة ستة شهر مع صورة القلب أو صورة السنار للمريض عساس بعد القسطرة ومع زيارة للعيادة لعيادة القلب من ضمن البرنامج ومع إعادة تأهيل القلب فهذه تقريبا شكل ما نقول نحن استمارة اتفقنا وياها ويا الفريق العمل على اساس أن نضمن أن المريض ما يصير عنده انتكاس أو ما يصير عنده خذ العلاج ووقف لأنه لا يستطيع يشتري الدواء يصير عنده انتكاسة قوية جميل أنا أسأل عن الحالات التي تم عرضها على هذه المبادرة إذا عندك تقرير موجز لأهم الحالات التي تم عرضها خلال هذه المبادرة هو الغاية الحين نظن أننا عدينا الأربعين حالة التي بدأنا وباشر في وكل هم ذبحة قلبية والحمد لله حتى نتائج 99% 1% لأسف في مريض متوفي كانت حالة قياسا للتدخل قبل المبادرة وبعد المبادرة نشوف أن الحمد لله أنقذنا قلوب كثيرة أحبت بس أحكي نقطة مهمة سبحان الله المريض التي توفى هذا نسبة لنا موعظة ودرس أنه مش إحنا ننقذ الله ننقذ وإحنا أسباب فسبحان الله لما المريض بدأ يتعب وأنا كنتم دخلته من الأول ومعاه وكذا فبدأت أتعف اللهم أنقذ قلبه صرت أقول أنا ما بسير أحكي أنه أنا ننقذ قلوب الله سبحان تعالى هو الذي ينقذ وسبحان الله قدر الله سبحان تعالى نحن مجرد أسباب يعني كل من يعمل في هيئة الصحة يكون له دور بشكل أو بآخر في إنقاذ حياة الناس فنحن مجرد أسباب يعني رب العالي ممكن أخي محمود بعد يعني يمكن الدكاتور يكون أقرب للمريض صحيح فمتشوف يوم تساعد المريض هذا أو أنك أنت تكون سبب في أن كنت يعني يسرت لأنك يشيل هم الكوست أو تكلفة العملية والعملية تنجح هو أن يعدي البرنامج هذا فالدكتور يمكن تقول يعني شو يعني الراحة النفسية اللي هو يحسب الدكتور قبل المريض أنه ساعد مريض مثل هذا فعلا يعني هي الصدمة أنك أنت تحكي للمريض كحنة أطباء سلام عليكم كيف الحال شو أباري جاتك جلطة جت لك بالانجليزي بنحكي أو جلطة طبعا ها تكون صدمة كبيرة فلما نجي نخفف على المريض نقوله خلاص بيقول لا خلاص ما بادل أدفع ووضعي صعب وكيف يعني بيصير الآن على حياته بنفس الوقت شو بدي يعمل صحيح يكون عن جد الطريق قدامه مسدود سبحان الله لما هاي المبادرة يعني خففت كثير عن قلوب كثير ناس وإن شاء الله يعني مع منظومة التأمين الصحي كذلك يعني إن شاء الله يارب يتم تغطية الجميع ضمن هذا النظام وهذا اللي ما تسعى له حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكل العام تكلم على المنظومة الموجودة في دبي إن شاء الله سوف يتم تغطية جميع الفئات التي يتواجدون على هذه الأرض الطيبة بمثل هذه المنظومة الصحية التي تشمل لهم يعني أو توفر لهم الرعاية الصحية السليمة أيضا مثل هذه المبادرة حتى تحقيق مثل هذه النتاج مبادرة جدا جميلة يعني زاكم الله خير فيها ما قصرت الحين الدكتورة شوية سمح لي سالم بتكلم من ناحية طبية شوية عن أمراض القلب حتى إذا عندك بعد سؤال يعني ممكن توجه للدكتورة أنا حستي قلبك قوي ما شاء الله ها سالم طي الدكتورة يعني أول شيء خلينا نتكلم بشكل عام ما هي أمراض القلب نزيل وأيضا الأعراض اللي ممكن الواحد يعني يحاول ينتبه لها إذا جت أعراض معينة لازم يروح يراجع الطبي فيها أكثر مرض شيوع في القلب هو أمراض الشرايين اللي في القلب عندك تقريبا 17 مليون نسمة يعني في العالم مصاب بأمراض شرايين القلب من الجقارة الدخان طبعا السبب الرئيسي وفي عندك أسباب أخرى السكر الضغط في أسباب طبعا وراثية من العائلة مثلا يعني الحياة اللي هي السهلة اللي ما فيش نشاطات رياضية يعني عندهم بكل حياة غير صحية أي حياة غير صحية طبعا الأعراض اللي ممكن الواحد لازم ينتبه له في حالة أنه ما يتبه حياة حتى له يتبه صحية سريمة ممكن تظهر علي بعض الأعراض دكتورة أول علامات هي الألم في الصدر في النصف بحس المريض كمان ضغط شديد على صدره بحس مرات بالاختناق ومرات بسبب العصاب التي يعني تغذي القلب قد يشعر المريض ألم في كتف اليسار أو في الرقبة أو في الفك لأنها تشبه نفس الأعصاب التي تغذي القلب فالمريض مرات يشعر فقط في ألم في الكتف من غير ألم في الصدر وخصوصا عند مرضى السكر وبالتالي لازم يكون طبعا لازم يكون مريض واعي يعني عنده خلفية عن الموضوع لحتى يجي على الطوارئ في أسرع وقت ضيق التنفس ضيق التنفس كمان واحد ما يقدر يتنفس هذه بتكون صار في وذمة بالرئة وبتكون بلشت القلب يعني بلش القلب يضعف وبصير فيه ماي في الرئة فبطل يعرف يتنفس بطل يعرف طيب أحيانا دكتورة الواحد يقول فيه سرعة في النبضات نبضات القلب وأحيانا فيه بطل نعم شو الفرق بينهم أول شي إحساس المريض بسرعة النبضات حسب هل هو مثلا إذا هو جالس طبعا هذا الشيء مش طبيعي ممكن يكون مع المجهود مع التوتر هذا طبيعي يعني هذا أمر فيسيولوجي انخفاض ضربات القلب ما بيحس فيها المريض وإنما بيحس في دوخة في ناس بيفقدوا الوعي وهذه بتكون مشاكل في كهرباء القلب بتكون ممكن تقول بالعامة الكهرباء مفصولة يعني بين الجهة العلولية والسفلية للقلب طيب أخي سالم يعني أنا برجع لهذه المبادرة حين أريد أن أتكلم هل طبعا هل عندنا مبادرتنا نابضات هذه المبادرة لإنقاذ قلوب الأطفال وإنقاذ المبادرات الجميلة شيء ما الله يخليك ذكريني أنا من زمان ما تكلمت عن نابضات شوفيلي دكتور عبيد جاسم ممكن نقعد ونتكلم معها عن هذه المبادرة لكن سالم يعني كنا نتكلم عن هذه المبادرة أنها تنقذ الحالات الحرجة لكن هل هناك يعني خطط مستقبلية للتوعية مثل ما نقول يعني الواحد يحاول يواعي الناس أنه يبتعد عن بعض الأشياء اللي ممكن تسبب لمثل هذه الأمراض أو أن إذا يتم مثل بعض الأعراض اللي ذكرتها الدكتور يتوجه إلى الطبيب بشكل عام فهل هناك بعض الأفكار أو بعض التوجهات إلى عرقة شراكات مع جهات معينة ضمن هذه المبادرة وإيضا أعتقد أن تعدكم شراكات فيها هذه المبادرة صحيح هل تعرف عليها؟ طبعا بداية المبادرة هذه اللي نقول لك الحين التكلفة لغاية الحين وصلناها يعني فوق 800 ألف درهم إحنا كنا راصدين فوق المليون مليون 300 ألف مع انطلاق المبادرة بدعم من بعض رجال الأعمال يعني المبادرة لازم يعني نتمنى نتستمر ونستمنى لها الدعم يعني في المرحلة اللي آية المبادرة لازم تكون يعني مع مصاحبة مع القسطرة وهذا لهو التوعية يعني مثل هالأمراض عمل ورش عمل أو محاضرات أو برامج توعية لمثل هذه الأمراض يعني وبرامج رياضية وبرامج يعني مصاحبة للمبادرة نفسها عساسا أنت بعد توعي المجتمع وتقول لهم أنه عندي مبادرة يعني تبغي لها دعم يعني مثلا من الجمعيات الخيرية من المؤسسات اللي موجودة في الدولة يعني عساسا استمراريتها أنك تضمن أنك تقدم الخدمة لأكبر عدد من الموجودين في البلاد يعني وتنسق مع الجهات المعنية يعني بالضبط يعني دائما يقولون الوقاية خير من العلاج دكتورة شو هي سبل الوقاية من أمراض القلب أولا توقف عن التدخين رقم واحد التشيك المستمر يعني لما عندهم سكر أو ضغط أو كوليسترول يشيكوا على نفسهم على أقل مرة كل سنة التشيكات روتينية يفحص ضغطه عند دكتور السكر التراكمي يفحصه مرة واحدة بالسنة والكوليسترول الرياضة ممارسة الرياضة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع كثير كثير بتقلل من نسبة تعرض لأمراض القلب النوم لازم ينام تقريبا سبعة يعني ينصح بالنوم لسبعة إلى تسع ساعات يوميا يعني كل ليلة عساس أنه تقليل من الإصابة بأمراض القلب أيضا طبعا بسموه بالإنجليز السترس منجمنت يعني أنه محاولة تخفيف إدارة الضغوطات النفسية يعني أنه يحاول واحد أنه أي ضغط نفسي يعني يحاول يسيطر عليه قدر الإمكان فأنا أعتقد الواحد إذا ينظر للأمور دائما بإيجابية ويؤمن بأن ما يحصل لك هو قضاء وقدر من رب العالمين وأيضا تنظر إلى الجانب الإيجابي في هذا في هذه الشغلة اللي ممكن تكون هي مصيبة في ظاهرها أو شغلة كبيرة بالنسبة لها في هذه الفترة بعد فترة بشوفها شيء وايد بسيط دكتورة هذا ممكن يساهم كذلك بشكل كبير في تغيير يعني نمط حياتك أكيد إلى التفكير الإيجابي دائما أكيد وهذا بيوفر عليك وايد زيارات لأطباء الهيئة وغير أطباء الهيئة أكيد سالم يعني أعتقد هناك مبادرات أخرى يقوم بها المكتب يلي تعطينا بس على السرية في أنتو عندكم نهاية هذا الشهر في عندكم مبادرة تبقى تتكلم عنها كذلك هو طبعا نحن نعتبر شهر عشرة أو شهر أكتوبر دائما يكون يوم السرطان أو السرطان الثدي يعني فطبعا الهيئة تنفذ دائما برامج توعية في هذه الأيام يعني في أكتوبر طب بشكل عام تنفذ برامج توعية للمرضى للفحوصات يعني البداية للوقاية من المرض يعني نحن في مكتب الخدمات الإنسانية ننفذ الجانب المجتمعي وربط المرضى هذه بالمجتمع ويكون فيه فعاليات مصاحبة لها يعني يعني من خلال الثلاث سنوات الماضية نحن ننفذ برنامج مشاركة للمرضى هذه تحت شعار الطواف الوردي أو الطواف دبي الوردي اللي هو يعني نوع من الرياضة لدعم المرضى هذه نفسيا ومجتمعيا يعني ودمجهم معنا يعني ويكونون بعض المرضى يكونوا مشاركين في المسيرة هذه المسيرة هي مشاركة من المجتمع بشكل عام أطفال ويعني جنسيات مختلفة وتكون وتكون على شكل فعالية مسيرة بالدراجات النارية والهوائية يعني ويكون طبعا غرضها أنك أنت يعني تسلط الضوء على المرض هذا بشكل عام وعلى أنك تشرك المرضى هذه لوياك والدعوة مفتوحة كذلك لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسيرة هي بتكون بتاريخ ٢٨١ في شارع جمير إن شاء الله ترى أنا طالب منك تشوف لي سيكل بشتريه إن شاء الله عموما سالم الوقت يكون في الصباح الباكر أعتقد الساعة كم تجري يعني الانطلاقة دايما تكون ساعة سبعة يكون الشوارع طبعا فاضية ويتم تنسيق فيها مع الشرطة والأر تي والإسعاف طيب أخوي سالم في هذه المبادرات ومبادرة أنقذ قلبا بالتحديد إذا حاب حاب أنه يساهم أو يشارك في هذه المبادرة سواء كانت جهة أو حتى من ناحية الأفراد كيف ممكن يتواصلون معكم للمساهمة في هذه المبادرة ممكن يتواصلون يعني حتى مكتب خدمات إنسانية عندنا منسق البرنامج الدكتور النهو وفي موظفين معنا يعني في الهيان رحمد الأسد لا الأخت آمن ربي يعني المسكة المبادرة ممتاز فيتواصلون مكتب ومكتب الخدمات الإنسانية في الهيئة ممكن يتواصلون يعني وانت لكم تواصل كذلك مع الجمعيات الخيرية والجمعيات التي هذا معنية بجمع التبرعات وغيرها فالمسألة يعني ضمن المنظومة الخاصة بجمع التبرعات والتي يتم صرفها على المرضى فما أجمل أن تساهم في إنقاذ حياة الشخص يعني الله يعطيكم العافية شكرا لكم على هذه المبادرات وشكرا لكم كذلك على هذه المبادرة بالتحديد أنقذ قلبا لأن مبادرة تحمل مسمى جميل يعني عشان عيسى ما يعصب أنا بعطيكم ثلاثين ثانية ككلمة أخيرة تحبون توجهونها قبل لا أختم هذا البرنامج عصب عيسى بس مع ذلك بعطيك كلمة أخيرة أنا أقول طبعا نحن نشكر لساهموا في البرنامج هذا يعني من بدايته وحتى الآن يعني إن كان متبرعين أو إن كان يعني الفريق العملي يعني اللي يشتغل على المبادرة والحمد لله نحن قادرين يعني إن شاء الله نكمل نحن بعد نبشركم أنه نحن يمكن نبدأ الحين في حالات الأطفال في المرحلة اللي آية يعني و يعني ونشكركم على شكرا عملنا هيك مبادرة الحمد لله حسنا لك الحمد كل شكر لجميع العاملين حقيقة في مستشفى دبي والعاملين في مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع للسالسالم باللاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع شكرا لك دكتورة نوها ياسين أخصائي أمراض القلب في مستشفى دبي شاكرين لك هذا التواجد أدري أول مرة أول تجربة لك في الإذاعة لكن ما شاء الله عليك يعني تجربة رائعة بصراحة جميل خلاص مباشرتين قدمين البرنامج عندنا عموما مستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم نتمنى أن تكون حلقة خفيفة مع نهاية هذا الأسبوع وطبعا بداية الأسبوع القادم عندنا مفاجآت قادمة إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم إجازة نهاية الأسبوع سعيدة تقبلوا تحيات مخرجنا عيسى سبيل وفي التنسير كانت معنا شيمة التناك وأيضا تحيات فريق الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التصال والتسويق المؤسسي وهذه تحياتي ومحدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم مطلع الأسبوع القادم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تحياتي تحياتي